بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعين لغيداق سبورت قائمة منتخبنا النهائية المشاركة في كاس العرب موعد وتقوية مكبارات منتخبنا ببطولة كاس العرب قبل ان ندخل بالتفاصيل اذا ما انك مشترك بالقناة اتمنى انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت نبدأ بمركز الهجوم رأس الحربة امر الصومة ومحمود البحر هذول اللاعبين حاليا متواجدين ببطولة كاس العرب في احتمال ايضا من ادارة نادي الاهلي انها ما تسمح للاعب امر الصومة مثل ما اليوم نادي الشرطة العراقية مثلا للاعب محمود الموانس ولا اللاعب فهد اليوسف بالانضمام للمنتخب ان شاء الله يكونوا عمر الصومة متواجد مع محمود البحر سناح يمين رح يلاعب ورد السلامة ومحمد حلاق سناح يصار عندنا لاعب واحد هو محمد ريحاني بعد غياب فهد اليوسف او بعد عدم استماح لللاعب فهد اليوسف بالانضمام في الوسط محمد عثمان محمد عنز كاميل حميشي اوليفر كاسكو ومحمد مرمور بخط الدفاع ظهير يمين عمره جنيات ومؤيد الخولة ظهير يسار خالد كردغلي وضياء الحق قلبين الدفاع سعد احمد يوسف ارناقوت سائر كرومة ويوسف محمد وبيحراس المرمى ابراهيم عالمي خالد حاجنسمن وطهاموسا طبعا مش مواطن بالضم منتخب تونس منتخب الامارات ومنتخب موريتانيا في المواعد مباريات منتخبنا اول مباراة ستكون مع المنتخب الاماراتي الشقيق بتاريخ 30.11 الساعة ال 10 مساء المباراة الثانية ستكون مع المنتخب التونس الشقيق بتاريخ 13.12 بتمام الساعة 10 مساء ورات الثالثة والأخيرة ستكون مع المنتخب الموريتاني بتاريخ 6-12 بدمام الساعة السادسة مساعا وهي كانت أبرز تفاصيل القائمة النهائية طبعا القائمة النهائية ضمت اللاعب محمود المواس وضمت أيضا فهد اليوسف لكن نادي الشرطة العراقي ما سمح لللاعبين بعد صدور القائمة النهائية رفض نادي الشرطة العراقي يسمح للاعب محمود المواس وفهد اليوسف بالأنضمام وإن شاء الله إدارة نادي الأهلي تسمح للعب عمر الصومة التواجد مع المنتخب لحتى يكون في عنا بعبين قادرين تنافس فيهن ببطولة كأس العرب هاي كانت أبرز التفاصيل ما تنسوني من دعمكم تبقوا بخير وصحة وسعادة والسلام عليكم